اشتركوا في القناة في كذا رسالة جات لي وكان محتواها يدل على ان هذا الشخص او هذه الانسانة في علاقة الطرف الاخر ويتلاعب بيهم فيها طبعا زي اي حد فيكم انا برضو كان في علاقات سامة في حياتي العلاقات دي لم تطفي الي الكثير بالعكس اخدت مني كثير وممكن علاقات شخصية علاقات في العمل او علاقات ارابة في العيلة كان في بعض السمات او الدلائل او الخصائص اللي خليتني اعرف ان هذه العلاقات علاقات سامة وان الطرف الاخر بيتعامل معايا بطريقة تضريني انا وكان لازم احط حد لهذه العلاقات النهاردة عايز اشارككم ببعض هذه المظاهر اللي لو اكتشفناها وحسينا بيها انها بتحصل في حياتنا وفي تعاملاتنا مع بعض الاشخاص ممكن دي تكون نواقيس الخطر اللي بتقول لنا ان الخد بالكم العلاقات دي علاقات وحشة علاقات سامة حاولوا تحدوا من التعامل او خرجوا من هذه العلاقة وهربوا منها الخاصية الاولى ان يكون الطرف التاني بيتعامل معاك على ان انت مجرم او مزنب طول الوقت طول الوقت انت بتعمل حاجة غلط طول الوقت مهما تحاول ان انت تعمل حاجة انت ما بتعرفش تعمل انت بتزنب انت بتجرم انت بتعمل حاجة فضيعة جدا جدا مظاهر تاني من المظاهر اللي بتوريك ان العلاقة اللي انت فيها او بتوريك ان العلاقة دي علاقة مسمومة اللي احسن ان انتو تنهموها او تحطوا حدود فيها ان الطرف التاني كن بيدغط عليك انك تاخد قرارات لحظية هتعمل كذا سيبني افكر لا مفيش تفكير دلوقتي حالا اصل كذا ويمكن واضحة جدا جدا لما نكون بنتعامل مع بعض البيعين رايحين نشتري حاجة ويقول لنا انتو لو مخدتوش الحاجة دي دلوقتي ده فرصة وهتضيع وهتروح ده اوكازيون مهايل ده كذا ده كذا العلاقات اللي فيها طرف من الاطراف على طول بيدغط على الطرف التاني انه ياخد قراراته بسرعة بدون تأني بدون ما يفكر بدون ما يحسبها في دماغه بتبقى علاقات مسمومة نوع تاني من العلاقات المسمومة او السامة اللي بيكون فيها الطرف التاني ما بيحترمش خصوصيتك ما بيحترمش ان انت ليك مساحة خاصة فبالتالي بيعتدي على هذه المساحة الخاصة وما يدكش الفرصة ان يبقى فيه حاجة بتاعتك انت بس او حاجة خاصة بيك انت بس او وقت تقضيه مع نفسك انت بس احنا في العلاقات الانسانية بنبقى حطين حدود سواء بشكل واعي او بشكل غير واعي بنحدد قرب او بعد هذا الشخص مني وبهنحط حدود في التعامل دايما تلاقي الطرف ده بيتخطى حدوده في الكلام في استخدام الحاجات بتاعتك في انه يتدخل في حاجات ملهاش لازمة انه يقول لك كلام انت مش حابب تسمعه انه يبدي رأيه في حاجة خصك وانت ما طلبتش رأيه اصلا دايما دايما بيتخطى حدودهم معاك الخاصية الخامسة لبعض العلاقات السامة اللي ممكن نلاقي نفسنا فيها العلاقة اللي الطرف الاخر ما بيهتمش برأيك مفروض ان احنا في علاقة فيها خد وهات فيها انت بتطرح رأيك وانا كمان اقول رأيي ونصل لما فيه الاصلح وده بيبقى في علاقات العمل او في العلاقات الشخصية فتلاقي ان الطرف التاني مش مهتم اصلا برأيك قلتو ما قلتوش مش مهم مش هيغير حاجة انت رأيك مش مهم النقطة السادة بقى انهم زي ما هم ما بيهتموش برأيك ما بيهتموش بمشعرك فتبص تلاقيه او تلاقيها هذا الشخص مش مهم عنده انت زعلان فرحان متدايق المهم هو ومشاعره هو فان انت تبديله الامتعاد مش مهم ان انت تبقى فرحان مش مهم ان انت تبقى حزين مش مهم ايا كانت مشاعرك مش في دايرة اهتماماته خالص ولا من ضمن اولوياته النقطة السابعة ودي من اخطر مظاهر العلاقات السامة في حياتنا انهم دايما بيعملوا على تقويد ثقتنا في انفسنا يحاول يزعزع ثقتك في نفسك يحاول يخليك تحسي ان انت مهزوزة دايما معاها لو مثلا صديقة تحسي ان انت انا مش واسقة في نفسي انا مش عارفة بغض النظر بقى على ان ثقتنا في نفسنا عالية ولا لأ هم بيحاولوا يهدموا الثقة دي الاسوأ بقى لما تكون ثقتنا في نفسنا اصلا مهزوزة فيستغلوا الفرصة ويهزوها اكتر ويقللوها اكتر ويضعفوها اكتر واكتر الخاصية التمنى للعلاقات السامة هو انهم ما بيقدموش اي تنازلات انا كلمتوكم كتير قوي على علاقات الزواج الناجح او الصداقة النجحة او علاقات العمل النجحة لازم بيبقى فيها حاجة اسمها لازم نصل الى ارض متوسطة انا رأيي يمين انت رأيك شمال لو فضل كل واحد فينا في طريقه مش هنصل لنقطة وسط لازم نقعد ونتكلم ولازم ندرس الموضوع سوا ونشوف اليمين والشمال يمكن نوصل لنقطة مختلفة خالص يمكن اقنعك برأيي اللي هو ناحية اليمين يمكن تقنعني برأيك اللي هو ناحية الشمال لكن العلاقات السامة دي الطرف الآخر ما عندوش اي استعداد انه يقدم اي تنازلات قول مهما قلت برر مهما بررت اشرح وجهة نظرك عبر عن مشاعرك قول رأيك مش مهم عشان في النهاية مش هيتم غير اللي انا شايفه وبس ومش هاخد غير اللي انا عايزه وبس وانت ما لكش اي اهمية ما لكش اي احقية انت تتنازل لكن انا ما تنازلش دي علاقة من العلاقات السامة خاصية كمان هو انهم ما بيقروش باخطاءهم ابدا دايما هم الصح طول الخط وفي نقطة هنا مهمة جدا 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 لو تعرف حد انسان او انسانة بيحكي لك على موقف ما وعمره وعمره ابدا ما بيطلع نفسه غلطان وان دايما الاخرين هم اللي غلط الاخرين هم اللي غلطانين في حقه الاخرين هم اللي عملوا هذا الخطأ الفني فعملوا المشكلة في الشغل وهو زي الفل مش شرط انه لا يقرب اخطاءه معانا ممكن نكون في مرحلة من العلاقة ما حصلش حاجة انه اخطأ فلازم يقرب خطأه ممكن من الحكاوي اللي بيقولها من القصص اللي صاحبتك بتقولها لك تبص تلاقي ان الخطأ خطأ الاخرين وهي زي الفل وهو في السليم ده برضو ناقوس من نواقيس الخطر زي ما دايما بيحمل الاخطاء للاخرين وما بيقرش بخطأه هيجي اليوم اللي هيحملك او هيحملك الخطأ وبردو مش هيقر ان كان له دور او ان هو عمل حاجة غلط وزي ما هم ما بيقروش باخطأهم برضو ما بيتحملوش المسئولية في اي علاقة ايا كان نوعها علاقة عمل علاقة ارابة علاقة زمالة علاقة جواز في مسئوليات وفي واجبات زي ما في حقوق وفي امتيازات عشان ااخد حقوقي وعشان ااخد امتيازاتي اللي بتخولها لي هذه العلاقة لازم اتحمل المسئوليات اللي عليها ما بيتحملوش المسئولية تبص تلاقيهم لو هذه المسئولية طرحت على اكتر من شخص يوم داروا كده واستخبوا وراحوا ايه من ورا فالناس كلها تشتغل وساعة لما الشغل يخلص يبقوا في المقدمة اه احنا كنا معاكم اه احنا اعملنا معاكم احنا ساعدناكم احنا دينا دور ده بالعكس ده ممكن ياخد الكردت بتاع الاخرين فدايما نشوفه كده هذا الشخص اللي احنا في علاقة معاه في العمل في ارابة في البيت بيعمل مسئولياته ولا لا بيتحمل مسئولياته ولا لا والاوحش بقى وتبقى علاقة غاية في السمية لو خد من مسئولياته وحملها على الطرف الآخر والمسئوليات دي ممكن تكون مسئوليات مادية وممكن تكون مسئوليات معنوية وممكن تكون مسئوليات ان اعمال لازم تتم مثلا على سبيل المثال من حاجة من حياتي احكيها لكم شخص مثلا كنا دايما لما نيجي نخرج وحتى نفس الحكاية دي برضو حصلت لزوجي وحكيها لي انه بيكون مثلا في شلة الاصحاب شخص معين دايما دايما يتعزم لكن عمره ما بيفكر يعزم لو هو ظروفه المادية صعبة الانسان السوي اللي عنده عايزة نفس مش هيقبل انه ياخد حاجة على طول الوقت طول الخط بياخد 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 من غير ما يدي ممكن تلاقيه ودي حصلت معايا انه ممكن انسان ما عندوش القدرة المادية انه يدي زي ما الطرف التاني بيدي تبص تلاقيه بيدي على قده بتدي مثلا صديقة ليا بتديني هدايا لطيفة خالص حاجات بسيطة حاجات هي اللي عاملاها حاجات جميلة مش مكلفة بالنسبة ومناسبة لامكانياتها المادية عشان ما تبقاش هي بتاخد طول الوقت طول الوقت طول الوقت ان لو خرجنا مثلا انا عزمت على غدا لازم تيجي بعدها على طول وتعزمني على قهوة تمن القهوة مش قد تمن الغدا لكن بالنسبة لها ده كافي وكافي ان هي تحس بامكانياتي الصغيرة انا بدي زي ما انا بياخد نيجي مثلا في علاقات الجوائر والبيت تبص تلاقي شخص من الاشخاص طرف من الاطراف مش متحمل للمسئولية مش متحمل للمسئولية الاعباء اللي لازم يقوم بيها للبيت ده كله وللطرف التاني الزوج للزوجة والزوجة للزوج لو انت في علاقة تلاقي الطرف التاني بيهرب وبيتنصل من تحمل المسئولية وفي احيان بيحملها لكنت اعرف ان انت في علاقة سامة النقطة الحداشر اللي ازاي تعرفو اذا كنتوا في علاقة سامة ولا لأ هو الخصام لمدة طويلة العلاقات الانسانية معمولة ان احنا نكون بنتعامل مع بعض ب يعني عن قرب مش ان احنا ننسى بعض مش ان احنا نتقمس من بعض بالشهور من ان احنا نتقمس من بعض وما نكلمش بعض حتى لو احنا زعلانين من بعض حتى لو احنا فيه بيننا خلاف ما يبقاش فيه خصام فيه فرق وانا بفكر في علاقاتي وبفكر في الناس اللي انا حصل بيني وبينهم مشكلة حصل بيني وبينهم حاجة وبقتنا شوية وبعد كده رجعت قدمت تاني ودقيت الباب تاني بسيط لقيتهم مغدين جنب ولسه برضو مقموصين هذا الخصام فيه ناس بتقولك انا هربين انا مش هكلمه انا مش هرد عليه الخصام لمدة طويلة بدون اي تعامل بدون اي احتكاك الجفع هو اعرفين الجفع حاجة كده كلمة كلمة صعبة كلمة خشنة لو فيه في العلاقة دية فترات خصوصا من لو الناس قاعدة مع بعض ودي بشوفها في علاقات زوجية ويبقوا الناس قاعدين مع بعض في نفس البيت وفيه بينهم اولاد ويعودوا بالشهرين ما يكلموش بعض انا مش قادرة اتصور مش قادرة اتصور ازاي ادخل البيت ادخل المكان بنام وقلع هدومي واكل واستحمى واعمل ده كله من غير ما يكون فيه اي تعامل بيني وبين الطرف الاخر دي علاقة سامة وعلاقة مش حلوة جدا خالص من نواقيس الخطر اللي تدلك على ان انت في علاقة سامة او داخل على علاقة سامة ان يكون الطرف اللي اصادك لا تتوافق اقواله مع افعاله يعني يقول حاجة ويعمل حاجة دانية هذا التضارب ما بين الاقوال والافعال شيء يعني خطير جدا جدا لانه بالاقوال ممكن يكتذبنا بالكلام الحلو ممكن يكتذبنا بالوعود البراقة ممكن يكتذبنا واول ما تيجي رجلينا في الخية ونبقى في هذه العلاقة تبص تلاقي افعاله حاجة تانية خالص لو احنا ارايب مع بعض تبص تلاقي اقواله انه بيحبني مثلا وهذا الشخص بيخاف علي لكن في نفس الوقت افعاله مؤزية كلامه مؤزي لازع نصيحه تودي في 60 دهية دايما كده شوف شوف الاقوال والافعال وده برضو مش بس في علاقتهم معنا في علاقتهم مع الاخرين لان اللي بيعملوه مع الاخرين حيجي يوم ويعملوه معنا زي ماه بيوعد حد برا العلاقة بيوعد انسان بشيء معين وما ينفذوش هيجي اليوم اللي هيوعدوهنا بشيء ومش هينفذوه نقطة التلاتاشر بقى هو ان انت دايما فيك حاجة غلط وهم عايزين يصلحوها كأن انت شيء خربان وهم بيصلحوك مفيش العاجبوه ومسلا لبسك ودي انا شفتها شفتها يعني لدرجة ان انا قلت لسيدة قلت لأ امالك جوزتي على ايه لما انت مش عاجبك كلامه والعاجبك شكله والعاجبك لبسه والعاجبك اسلوبه والعاجبك كذا والعاجبك كذا والعاجبك كذا مالك جوزتي على ايه لان هذه السيدة اللي اختارت هذا الشخص اللي قررت ان هو فيه هذه العيوب كلها قضت عشرين سنة تحاول تصلح في هذه العيوب فمش بقول ان احنا ملايكة مش بقول ان احنا ما فيناش عيوب ولكن دايما دايما تلاقي الناس مميزتها اكتر بكتير قوي من عيوبها ما فيش حد فينا يعني يوقيع للدرجة دية يعني واقع خالص كده معقولة لما ديبقى في هذه العلاقة السامة اللي تلاقي الشخص اللي قدامك مش شايف غير عيوبك بس وحط كده ما بينه وما بين نفسه مهمة جبارة انه يصلحك وده بقى يدخلني في النقطة اللي بعدها انه عايز يصلحك انت لكن مش عايز يصلح عيوبه كان فيه مرة برنامج لدكتر فل زوج وزوجة والزوجة كل شوية كل حاجة يعملها جزها مش عجباحة لدرجة فيه حاجة كده عبيطة انه هو بيفرش السرير شايف السرير بتاعك زي الزفت انت مش فرش السرير زي الزفت وريني مواريك السرير هتفرش ازاي وبتفرش السرير فدكتر فل جاب السورتين جاب السريرين جنب بعض السرير اللي الزوجة عمله والسرير اللي الزوجة عملته وبصراحة شتان شتان الزوجة عمل شغل كويس الزوجة مطلع له انه غلط وخلاص ويهي شغل اللي عملته زي الزفت اصلا فما بيعترفوش ان في حاجة في نفسهم لازم يصلحوها انا مرة افشت نفسي في موقف ولومت نفسي عليه كانت بنت صديقة من صديقاتي بتكلمني وبتقولني يا طنطن عايزة انزل اشتري هدوم فخديني تعالي معايا نشتري هدوم والكلام ده كله وبعدين عجبها بلوزة مخططة بالعرض انا قلتها لا اوهي اوهي الهدوم المخططة بالعرض دي هتخانك دي والبنت كانت رفيعة ومش وحشة عليها وببص في اللحظة لقيتني انا اللحظة دي لابسة بلوزة مخططة بالعرض اوبس الموقف عبيد وتافى لكن ده يوريك ان احيانا ما بنشوفش غير عيوب اللي قدامنا ومنشوفش عيوبنا احنا فهذه العلاقة المسمومة من اهم مميزاتها ان هذا الشخص مهتم انه يشوف عيوبك انت وميشوفش عيوبه هو دول كانوا 14 نقطة حاولت تلخصها من تجاربي من خبراتي من اللي قريته من اللي سمعته من الاخرين على ايه هي خصائص العلاقات السامة اللي ممكن نكون فيها واللي ممكن يعني تسبب تعاسة شديدة جدا 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 لنا فكروا في ايه تاني من الدلائل ونواقيس الخطر والاشارات اللي في العلاقات ممكن ناخد بالنا منها ونعرف ان هذه علاقة مسمومة اكتبوا لي تحت في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ياريت اهملولو لايك ولو تعرفوا حد ممكن يستفيد من الفيديو ده ياريت تنشروه وتساعدوني ان انا اوصل للناس اللي محتاجة تسمع الكلام ده اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة